بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراف المرسلين تلاميدي الأعزاء نكمل ما بدأناه في الدرس الماضي طبعا أذكر في عجالة فقط في الدرس الماضي تناولنا تعريف القاسم المشترك الأكبر عرفنا ما معنى القاسم المشترك الأكبر وتناولنا أيضا الطريقة الأولى لحساب القاسم المشترك الأكبر واليوم إن شاء الله سوف نكمل الطريقة الثانية الطريقة الثانية والثالثة هي من خوارزمية إقليدس لدينا طريقة الطرح التي سوف نتناولها اليوم وطريقة أخرى في درس آخر إن شاء الله طبعا طريقة الطرح سهلة جدا فقط كل ما عليك أن تقوم بعمليات طرح متتالية حتى تصل إلى النتيجة تساوي السفر يعني لا تتوقف عن الطرح حتى تصل إلى النتيجة تساوي السفر طبعا عند الطرح يجب أن نطرح دائما العدد الأصغر من العدد الأكبر هذه واضحة نذهب مباشرة إلى العمل بما أن الأمر واضحة مثلا هنا قال لي أحسب PGCD يعني القاسم المشترك الأكبر للعددين 75 و 45 طبعا كما قلنا نقوم بعمليات طرح متتالية سهلة 75 ناقص 45 ماذا يساوي؟ يساوي 30 هنا الطريقة بسيطة لكن معلومة فقط للعمل ما هي المعلومة هذه؟ أن الحد الأول عندما أستعمله مرة لا أستعمله مرة أخرى الحد الأول هو الذي لا أستعمله مرة أخرى أستطيع أن أستعمل 35 و 35 ودائما العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر 45 ناقص 30 يساوي 15 نفس الشيء قلنا الحد الأول الذي أستعمله مرة لا أستعمله مرة أخرى أقول 30 ناقص 15 ماذا يساوي؟ يساوي 15 نفس الشيء 30 لا نستعمله ماذا نقول؟ 15 ناقص 15 يساوي 0 هكذا وفقت بكل بساطة عندما نصل إلى نتيجة تساوي السفر فإن القاسم المشترك الأكبر هو العدد الذي يكون فوق السفر مباشرة أو هو العدد الذي إذا طرحناه من نفسه نجد النتيجة تساوي السفر لا يهم المهم أنك تعرف ما هو الـ PGCD ثم نصرح بالإجابة بكل بساطة PGCD قاسم مشترك الأكبر العددين 75 و 45 يساوي 15 هذه هي طريقة الطرح وأظن أنها بسيطة جدا ومفهومة نذهب إلى مثال آخر كي يزيد الفهم إن شاء الله هنا قال لي أحسب PGCD العددين 500 و 225 نفس الشيء 500 ناقص 225 ماذا يساوي؟ ساوي 225 و 70 ثم الحد الأول قناة لا نستعمله ماذا نقول؟ يساوي 50 قبل أن أكمل ملاحظة بسيطة فقط هنا لا يهم إن كان العدد الأكبر في الطرف الأول أو أنه في الطرف الثاني هذا لا يهمنا المهم أننا عندما نطرح نطرح العدد الأكبر ناقص العدد الأصغر لا يهم إن كان في الطرف الأول أو في الطرف الثاني هنا نقول 225 لأنه الأكبر ناقص 50 ماذا تساوي 175 انظروا هنا بدأنا من هذا الطرف الآن هنا نبدأ من هذا الطرف كما قلت لكم لماذا؟ لأننا نبحث عن العدد الأكبر لا يهم إن كان في الطرف الأول أو في الطرف الثاني ماذا نقول؟ نقول 175 ناقص 50 ماذا يساوي؟ يساوي 125 ثم نكمل بنفس الطريقة ماذا يساوي؟ 75 ناقص 50 يساوي 25 50 ناقص 25 يساوي 25 25 ناقص 25 ماذا يساوي؟ يساوي السفر إذن ما هو الـ PGCD؟ ما هو القاسم المشترك الأكبر للعددين؟ إذن نقول أن القاسم المشترك الأكبر للعددين 500 و 225 ماذا يساوي؟ يساوي 25 قلنا العدد الذي يكون فوق السفر مباشرة بكل بساطة هذه هي طريقة الطرح كما تلاحظون هي طريقة بسيطة جدا وسهلة فقط قبل أن أنهي الدرس ملاحظة بسيطة سوف تفيدكم كثيرا إن شاء الله ما هي هذه الملاحظة؟ مثلا أنا تلميذ أقوم بحل التمارين القاسم المشترك الأكبر في المنزل كيف أعرف إن كان عملي صحيح أم خاطئ بدون وجود الأستاذ في المنزل بسيطة جدا قلنا في الدرس الماضي للذي شهد الدرس الماضي ماذا قلنا؟ قلنا أن هذا القاسم المشترك الأكبر لماذا سميناه القاسم المشترك الأكبر؟ سميناه القاسم المشترك الأكبر لأنه يكون قاسم للعددين هو قاسم مشترك لماذا مشترك؟ يقسمهما معا مشترك لأنه يقسمهما معا وأكبر لماذا أكبر؟ لأنه هنا عندما وجدنا القاسم المشترك الأكبر خمسة عشر معناها لا يوجد عدد أكبر من خمسة عشر يكون قاسما لخمسة وسبعين وخمسة أربعون لا يوجد وهنا أيضا لا يوجد عدد أكبر من خمسة وعشرون يكون قاسما لمائتين وخمسة وعشرين وخمسمائة ما المقصود من كل هذا الكلام؟ المقصود أنني عندما أختزل هذا الكسر خمسة وسبعون على خمسة وأربعون هذا الكسر لا يهم تستطيع أن تختزل الكسر خمسة وأربعون على خمسة وسبعون لا يهم خمسة وسبعون على خمسة وأربعون أو العكس المهم أننا نقسمه على نختزل هذا الكسر نقسم على القاسم المشترك الأكبر ما هي النتجة التي نجدها؟ خمسة وسبعون تقسيم خمسة عشر كم يساوي؟ يساوي خمسة 45 تقسيم 15 كم يساوي طبعا يساوي 3 انظر هنا تحصلنا على قصر 5 على 3 وهو قصر غير قابل للاختزال تقولون لماذا طبعا يجب أن يكون هكذا يجب أن يكون غير قابل للاختزال لماذا لأننا سمينا 15 القاسم المشترك الأكبر معناها هو أكبر عدد لا يجد أكبر منه هو الأكبر أكبر عدد يقسم 75 و45 في نفس الوقت معناها سوف أجد النتيجة هو كصر قابل للاختزال وبهذا أستطيع أن أقول أن عملي صحيح طبعا لا أستطيع أن أحكم 100% أن عملي صحيح فقد أخطئ في أحد الخطوات لكن نتيجة تكون صحيحة لا أستطيع أن أحكم 100% لكن مبدئيا أقول أن عملي صحيح كي تفهم أكثر أعطيك مثال مضاد مثلا أنت حسبت PGCD فأخطأت لم تجد 15 وجدت 5 وجدت أن PGCD العددين 75 و45 يساوي 5 أخطأت وجدت 5 وأنت في المنزل لا يوجد من تسأله كيف أتأكد أختزل قلنا الكصر 75 على 45 أو 45 على 75 لا يهم أختزل كيف أختزل قلنا نقسم على القاسم المشترك الأكبر ماذا نجد؟ نجد أن 45 تقسيم 5 يساوي 9 75 تقسيم 5 يساوي 15 انظروا تحصلنا على كصر 9 على 15 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الكصر 9 على 15 يمكن اختزاله مرة أخرى كيف 9 يقبل القسمة على 3 و15 يقبل القسمة على 3 فتكون النتيجة 9 على 3 يساوي 3 15 على 3 يساوي 5 انظروا هنا اختزلت مرتين حتى وجدت نفس النتيجة التي وجدتها هنا بينما هنا وجدت النتيجة مباشرة لماذا؟ بكل بساطة لأن 15 هو القاسم المشترك الأكبر يعني لا يوجد عدد أكبر منه أستطيع أن أقسم عليه بينما 5 ليس القاسم المشترك الأكبر توجد أعداد أخرى أستطيع أن أقسم عليها من هي هذه الأعداد؟ مثلا 15 قلنا 5 يوجد عدد أكبر منه اللي هو 15 أستطيع أن أقسم عليه بينما 15 مهما بحت لن تجد عدد أكبر من 15 يقسم 75 و45 طبعا هذه المعلومة بسيطة لكنها مهمة جدا لماذا مهمة؟ كما قلنا سابقا أولا تفيدكم لمعرفة إن كان عملكم صحيح أم خطأ وتانيا مثل هذه الأسئلة تطرح في شهاد تعليم متوسط معناها الفائدة مرتين كيف تطرح في شهاد تعليم متوسط؟ مثلا يقول لك السؤال أحسب القاسم المشترك الأكبر للعدادين 75 و45 ثم ماذا؟ ثم أكتب الكسر 45 على 75 على شكل كسر غير قابل للاختزال ثم تجيب بنفس الطريقة التي أجبنا بها تحسب القاسم المشترك الأكبر تجد النتيجة تقسم على القاسم المشترك الأكبر تجد كسر النتيجة هو كسر غير قابل للاختزال إذن قلنا هذه المعلومة بسيطة لكنها مفيدة ونستفيد منها كثيرا إن شاء الله حتى لا أطيل هذا هو درس اليوم إن شاء الله تبقى معنا الطريقة الأخيرة وهي الطريقة التي سوف نركز عليها ونستعملها كثيرا لأنها طريقة سهلة وسريعة يكون الحل أسرع وليس هكذا لأن طريقة الطرح في بعض الأحيان تكون مملة والحل طويل جدا إذن فهمنا الطريقة الأولى واليوم فهمنا الطريقة الثانية نفهم الطريقتين لكن عندما نفهم الطريقة الثالثة سوف نستغني عن الطريقتين الأولى والثانية نستغني عنهما إلا للضرورة لو مثلا أنا لم أفهم الطريقة الثالثة أو نسيت طريقة الثالثة يمكنني الإجابة لهذه الطرق طبعا دائما أذكركم إذا كان لديكم أسئلة أو انشغالات أو أي شيء يمكنكم مرسلتي عن طريق صفحتي على الفيسبوك دائما ما تجدون رابطها أسفل الفيديو بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته